بسم الله الرحمن الرحيم ومن عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بيده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا ويوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح في هذا اليوم الأحد الثاني والعشرين من الشهر الثاني من عام أربعين وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية نستأنف بفضل الله وعونه ومنه وتوفيقه الدروس العلمية في المسجد الحرام في شرح وتفسير كتاب الله عز وجل والتعليق والشرح على كوكبة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر أننا وقفنا في درس سابق في تفسير سورة الحديد وقد سمعنا الآيات الكريمات من الآية الخامسة عشرة فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم بئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآيات فنقول مستعينين بالله عز وجل فاليوم لا يؤخذ منكم تقرأ فضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون حسنت كلام المصنف رحمه الله يقول المصنف رحمه الله تعالى فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فلو افتديتم بمثل الأرض ذهبا ومثله معه لما تقبل منكم مأواكم النار أي مستقركم هي مولاكم التي تتولاكم وتضمكم إليها وبئس المصير قال تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت وما أدراك ما هي نار حامية لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أي ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسب أنفسهم على ذلك ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل الله وتناطق بالحكمة ولا ينبغي الغفلة عن ذلك فإن ذلك سبب لقسوة القلوب وجمود العين حسن بارك الله فيك سمعنا هذه الآيات العظيمة وكلام المصنف رحمه الله الآن نأتي إلى التعليق على كلام المصنف في عدد من العناصر المهمة منها مناسبة الآيات لما قبلها وهذا اسمه علم المناسبات دائما القرآن من إعجازه أنه متناسب الآيات والسور فهناك كتب حتى في كتب التفسير في علم المناسبات وهذه يحتاج إليها قارئ القرآن وطالب علم التفسير حتى تعينه على فهم الآيات كما أراد الله عز وجل ثم الحديث عن معاني الألفاظ وأيضا ما يتعلق بالقراءات وأوجه الإعراب والحديث عن شرحها وهدايات الآيات وما يستفاد منها من الأحكام ما مناسبة فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفر كان السياق سابقا عن المنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم وقبلها في المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم لما تحدث عن المنافقين وعن الكفار قال فاليوم يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية لما ذكر سبحانه حال المنافقين وما أوصلوا إليه أنفسهم من النفاق والمعاصي ومجانبة الوحي فإنه دعاهم إلى اليقين ووبخهم وأيضا أنكر عليهم أن أجلوا وسوفوا بالتوبة والإنامة إلى يوم القيامة ذلك اليوم الذي لا ينفعكم لا يؤخذ منكم فدية تفتدون بها من عذاب الله وهو النار والعياذ بالله فإذا وقع المنافقون في يوم القيامة وتحسروا على أعمالهم بيّن الله لهم في هذه الآية أنها لا تنفعكم حسرتكم في هذا اليوم فلا يؤخذ منكم فدية تفتدون بها من العذاب كما تنفعكم في الدنيا فلا مأوى لكم في الآخرة إلا النار وبئس القرار والعياذ بالله ثم جاءت آية ألم يأني وأنتم أيها المؤمنون تقارعكم الآيات وتذكركم وتأخذ بالألباب والقلوب في بيان حال المؤمنين يوم القيامة وما أعد لهم في الجنة وحال المنافقين وما أعد لهم في النار والعياذ بالله ألم يأني ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم يستعدوا بالتوبة والإنابة والإقبال على الله عز وجل فالمناسبة في هذا واضحة وهي عتاب عتاب الله عز وجل للمؤمنين الذين لم يأني لهم بعد لم يجئ الوقت مع الآيات المذكرة وآيات الترغيب والترغيب أنهم لم تخشع قلوبهم لم تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب يعني العبرة بمن سبقكم ممن طال عليهم الأمد فقست منهم القلوب وكثير منهم فاسقون أي فلا تكونوا مثلهم أقبلوا توبوا ارجعوا إلى الله عز وجل حققوا التوحيد والإيمان والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بعدها إن المصدقين والمصدقات يعني مدام آنت القلوب وخشعت فلتقدم من الأعمال الصالحة من الصلاة من الزكاة من الصدقة وذكر ما أعد لهم ثم الآيات بعدها اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة هذه السياقات مع السباقات واللحاقات تفيدنا في ترابط في عقد من الهدايات الربانية أن هذه الدنيا لا تفيدكم شيئا فهي زائلة فعليكم بالتزود والتوبة والإقبال على الله عز وجل طمعا في جنته وحذرا من ناره التفسير المفردات فاليوم يوم القيامة لما تكلم عن المنافقين اليوم لا يؤخذ منكم فيديا ولا من الذين كفروا هذا توبيخ توبيخ للمنافقين في حال الموقف ويوم القيامة من عاقبة أمرهم وما وصلوا إليه والعياذ بالله وأنهم هالكون لا محالة ولا سبيل إلى الخلاص وهم يرون النار أمامهم فقال فاليوم أي يوم القيامة اليوم الحاضر يوم البعض لا يؤخذ منكم الخطاب للمنافقين لأنها أقرب مذكور يوم يقول المنافقون والمنافقات فاليوم لا يؤخذ منكم فدية الفدية الفدا الذي يدفعه الإنسان من مال لينجي به نفسه من العذاب أو من المهلكة سواء كان في الدنيا فإما منا بعد وإما فداء وهنا في الآخرة أيها المنافقون والكفار لا تنفعكم الفدية التي ممكن أن تنفع في الدنيا فتنجون من غلبة عدو أو افتداء أنفسكم بأموال أما في يوم القيامة لا تنفع في الدنيا ما يفتدى به مما يدفع في حفظ الإنسان نفسه من النوائب بما يبدله من أموال أو غيرها لا يؤخذ منكم فدية ولا من أي نفس أيًا كانت هنا في يوم القيامة ما فيه للجزاء والحساب والقراءات قرأ الجمهور فاليوم لا يؤخذ بالياء وقرأ بعض القراء ومنها قراءة أبي عمر فاليوم لا تؤخذ بالتاء بالتاء الفوقية والياء تحتية على قراءة الجمهور إذن فاليوم لا يؤخذ منكم فدية على قراءة الجمهور فاليوم لا تؤخذ منكم فدية على قراءة أبي جعفر والحسن وابن عامر وأبي عمر فاليوم لا تؤخذ والأشهر قراءة الجمهور ولا تؤخذ أيضاً الفدية من الكفار لا تؤخذ منكم فدية أيها المنافقون ولا يؤخذ فدية من الكفار لا فدية اليوم اليوم إما جنة وإما نعرو في هذا حث على ترك طريق النفاق والكفر والحرص على تعاليم الإسلام والموت على الإسلام لأن الناس ثلاثة أقسام في حياتهم وعند مماتهم ويوم يبعثون الناس إما مؤمن ظاهراً وباطناً وهو المخلص لله عز وجل في إيمانه ومؤمن ظاهراً لا باطناً وهو المنافق ولا ينفعه ذلك وكافر النوع الثالث كافر ظاهراً وباطناً والعياذ بالله وهو الذي لم يدخل الإسلام ولم يتلفظ بكلمة التوحيد فاليوم لا يؤخذ منكم أيها الكفار والمنافقون فدية ولا من الذين كفروا مأواكم المأوا المرجع مأواكم النار مرجعكم ومنزلكم الذي تأوون إليه النار والعياذ بالله نار جهنم لا ترجعون إلى غيرها أبداً هي يؤكد عبارات الآن التأكيد مأواكم النار هي أي النار مولاكم المولى ما تأول إليه الأحوال مولاكم أيضاً هي والية أموركم وتتصرف فيكم تصرف الموالي في العبيد لما أسلفتم من المعاصر والمولى في الأصل من يتولى مصالح الإنسان ثم استعمل في من يلازمه وقيل معنى مولاكم مكانكم عن قرب من الولي وهو القريب وقيل إن الله يجعل للنار يوم القيامة سلطاناً عليهم تكون هي مولاهم ويركب فيها الحياة والعقل وتنطق وتتميز غيظاً على الكفار والمنافقين إذن ثلاثة معاني في مولاكم مولاكم والية أموركم تتصرف فيكم مولاكم مكانكم عن قرب ثلاثة مولاكم كمو كالسادة على العبيد كالموالي على العبيد في الدنيا والعياذ بالله من ناره وأليم عقابه مأواكم النار هي مولاكم مش في التعبير بمولاكم يعني أبلغ من أنه مجرد تدخلون لا هي كل شيء بالنسبة لكم تتصرف فيكم تصرف الموالي في العبيد تتولى عقابكم هي قريبة منكم مكان أنفسكم والعياذ بالله وهذا غاية في التنفير من النار ومن حرها والعياذ بالله ثم قال وبئس المصير أي المرجع الذي تصيرون إليه وهو النار والمعنى اليوم يوم القيامة لو جاء أحدكم أيها المنافقون والكفر بملء الأرض ذهبا ليفتدي به فاليوم لا يأخذ منكم فدية فإنها لا تنفعكم ولم تقبل منكم فمصيركم النار لا محالة وهي متقلبكم ومثواكم وهي أولى بكم من كل منزل آخر فلا مناص منها بعد ذلك يأتي السياق للمؤمنين وأنتم تسمعون النار وأحوال المنافقين وما تقول إليه الحال بالنسبة لهم ألم يأني لكم أيها المؤمنون أن تخشع قلوبكم لذكر الله الله أكبر آيات عظيمة آيات عظيمة تهز القلوب هزا ألم يأني وكان الصحابة يقولون بلى أنا إذا جاء الاستفهام يقولون بلى أنا لما قرأ النبي على الصقال بلى أنا ولما نزلت فهل أنتم منتهون قال الصحابة انتهينا وهكذا في شأن المسلم سرعة الامتثال لأوامر الله ورسوله فالألم يأني للذين آمنوا ما نوع الاستفهام الاستفهام يأتي في اللغة على معاني للإنكار للإقرار للتوبيخ فأي أنواع الاستفهام هنا في قوله ألم يأني طبعا ليس المجال مجال إنكار لأنهم مؤمنون وإن كان في سياق الغفلة من بعض المؤمنين تكون محلا للإنكار عليهم في هذه الغفلة لكن أقرب السياقات لخطاب المؤمنين التوبيخ يكون الاستفهام هنا للتوبيخ والتقرير أيضا للتوبيخ والتقرير ألم يأني يعني ألم يجئ كما سمعنا أما آن لكم ألم يأتي ويجي للذين آمنوا ويقربوا وهم قد آمنوا بالله وبرسوله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق كان الناس وهم في غفلتهم إذا سمعوا هذه الآيات حيت قلوبهم كنت سمعتم قصة الفضيل بن عياب رحمه الله كان في غفلة قبل أن يهتدي إلى نور القرآن ويكون من تابعين وعلماء التفسير وأئمة الإسلام كان قاطع طريق فكان لما أراد أنه أو يقول سارق أو لص أو كذا فكان وهو يريد أن يتسلق السور ليسرق هذا البيت سمع صاحب البيت يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله شوف كيف الناس يعني عموما حتى الكفار كانوا يخافون على أنفسهم من أن يتأثروا بالقرآن فكيف بالمؤمن الذي ما بينه وبين سلامة قلبه إلا غشاوة المعصية والإعراض والغفلة في هذه الدنيا في أموالها في متاعها في زخارفها في مناصبها في مراتبها في أمورها كلها فقد تسبب غفلة عند الناس واللي يقع في المعاصي وهو مؤمن فيه الإيمان لكنه وقت حال المعصية غاب عنه هذا الإيمان ووقع فيما حذر الله منه ألم يأني قال الفضيل بن عياض وهو على السور بلى آنا ونزل وتاب وأعلن التوبة ومر على صاحب البيت وأخبره بالقصة وكانت فعلا قصة مشهورة ومؤثرة في المبادرة إلى التأثير ألينظر في حالنا نحن كلنا معاص كلنا تقصير كلنا أخطاء في حق الله في حقوق عباد الله في إطلاق اللسان في أذى أحد من الناس فينبغي للإنسان أن دائما يضع هذه الآية نصب عيني ألم يأني ويجيب بلى آنا ويلتزم التوبة بشروطها ألم يأني بلى آنا للذين آمنوا شف يوم يخاطبهم بالإيمان ليحرق قلوبهم أنتم لا تزالوا مؤمنين إذا كان العذاب للكافرين والمنافقين فاليوم لا يأخذ منكم فدية ثم أيها المؤمنون أنتم وأنتم عندكم الإيمان لكن في غفلة ألم يأني لكم أن تقبلوا على ربكم وتتوبوا من غفلتكم بلى أن تخشع قلوبهم لذكر الله الخشوع والخضوع والإقبال والانقياد والطمأنينة والمسارعة والانتثال والانتهاء عما نهى الله عن هذا أمارة خشوع القلوب وهذا دليل على أهمية القلوب وأعمال القلوب ألا إن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولا يمكن أن يقبل الإنسان على المعصية إلا وقلبه وإيمانه ضعيف يحتاج أن يقوي قلبه القلوب قست يا جماعة بما نسمعه اليوم من لغو الحديث وكلام الناس في بعضهم البعض وانتشار الفتن وكثرة المعاصي والغفلة عن الله عز وجل فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل ويضع هذه الآية نصب عينيه يحرص على صلاح القلوب مع الأسف الناس الحين صلاح جوارحهم أهم عندهم من صلاح قلوبه تجد الواحد كما قال ابن القيم رحمه الله في الصف الأول ويأتي في الصلاة من أول الناس لكنه لا يتورع أن يفري لسانه في أعراض الناس فريع أو يأكل الحرام أو في التعامل يغش ويخدع ويسع إلى آخر هذا اهتمام بالجوارح ليس على على حساب القلوب نعم يجب أن تصرح القلوب وأن تصرح الجوارح وأن يكون الإنسان في هذا توازن أما أنه يهتم بقلبه ويترك الجوارح أو يهتم بالجوارح ويترك القلب فهذا كله خلاف المنهج الصحيح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا حجة عدل المتحذلقين والمشاغبين على الشريعة اللي إذا قلت له مثلا لماذا لا تلتزم بأمر الله قرى الإمام بالقلب يخوي لو كان الإمام بالقلب لظارت علاماته على الجوارح فهذه ينبغي أيضا أن يتنبه لها أن تخشع قلوبهم لذكر الله ما المراد بذكر الله إما على عمومه ذكر الله في أي نوع من أنواع ذكره كالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ونحو ذلك أو المراد بذكر الله المعنى الخاص وهو القرآن وإنه لذكر لك ولقومك فالقرآن هو الذكر والحكيم ولكن أيضا الأصل العمو لذكر الله وما نزل من الحق وهنا ألواه عاطفة والعطف إما أن يقتضي المغايرة فيكون لذكر الله العموم وما نزل من الحق القرآن كذا وما نزل من الحق هو القرآن فيحمل الذكر المعطوف عليه على ما عدا القرآن وأن القرآن معناه وما نزل من الحق وعلى كل حال الأمر في هذا واسع وما معنيان يتسع لهما لفظ الآية ألم هذه قراءة الجمه بالاستفهام للتوبيخ والتقريب وقرأ ألم ما يأني ألم ما يأني بزيادة الألف وقد تكون للتأكيد وهي قراءة الحسن ألم ما أن تخشع قلوبهم هي قراءة الجمهور ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأني قرأ الجمهور يأني مضارع آن إذا حانع وقرأ الحسن ألم يأني ألم يأني للذين آمنوا بكسر الهمزة مضارع أيضا أوجه أحد أوجه المضارع في آن آن يأني يأني ويأني وإن كان هنا ألم في الإنكار يأني كأنها أقوى قراءة الجمهور ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل قرأ الجمهور وما نزل وما نزل من الحق ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل يعني ما نزله الله من القرآن هذه قراءة الجمهور وعندنا في قراءة حفص ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل وقرأ عبد الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما أنزل بالألف وأنتم تعرفون يعني هذه ألفاظ قريبة متقاربة في فرق بين نزل أنه منجم وأنزل جملة وهكذا في خلاف المفسرين في هذا المعنى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل هذه قراءة الجمهور ولا يكون وقرأ أبو حيوة ويعقوب وحمزة ولا تكونوا بالتاء خطاب لهذه الأمة ولا يكونوا قراءة الجمهور والقراءة الأخرى ولا تكونوا وكأنها يعني تحذير الأول ولا يكونوا يعني ألم يأني لهم أن تخشع قلوبهم ولا يكونون ولا يكونوا كأهل الكتاب والثانية كأنها فيها تحذير نهي لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم والمعنى المعنى أنهي عن سلوك غير سبيل المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأتباعه من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا من اليهود والنصارى فضلا عن غيرهم إذا كان هذا لأوتوا كتاب ومع هذا حذرنا أن نكون مثلهم فكيف بالإلحاد والوثنية والشرك والقبورية والعياذ بالله فيتنبه المسلم وفي هذا إعزاز لعقيدة المسلم وأن الله عزك بالإسلام لماذا تقلد غيرك التبعية والتقليد لغير المسلمين في كل أمر من أموره سواء في قسوة قلوبه أو حتى في أمورهم الحياتية وإن كانت في الأمور العقدية والدينية أشد المسلمون أعزهم الله بالإسلام ومهما ابتغوا العزة من غيره أذلهم الله والعياذ بالله ويكفي ما آل إليه أمر أمة الإسلام نسأل الله أن يصبح أحوال المسلمين إذن التحذير من أن يكون المسلمون كأهل الكتاب لماذا لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب لأنهم حرفوا بدلوا طال عليهم الأمد قست قلوبهم بينهم وبين أنبيائهم في الزمان وفي المكان وفي الأعمار وفي الآمال وغلب عليهم الجفاء والقسوة وزالت عنهم الروعة التي كانت تأتيهم يوم إنزال التوراة والإنجيل بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون أهل القرآن وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الذين قست قلوبهم عن تلاوة كتبهم بل حرفوها وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لابد أن الإنسان يدخل في ملة محمد عليه الصلاة والسلام وسنته فطال عليهم الأمد بتخفيف الدال الغاية من الزمان الأمد المدة من الزمان وقرأ ابن كثير بتشديدها ألم يعني فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم والأمد هو الزمان اسم من أسماء الزمان بعينه وهذا لطوله تقول الزمان المديد أو أمد نعم هذا معنى فطال عليهم الأمد ولكن قراءة الجمهور الأمد يعني الغاية تمر الأيام كما أحيانا المسلم يطول عليه الأمد ما يقرأ القرآن فيقس قلب يطول عليه الأمد ما يقوم الليل فيقس قلب يطول عليه الأمد يمر عليه فترة من الزمان ما يتصدق ما يفعل الخير فيقس قلبه إذن المراد بهذه الآية على القراءة الأولى الأجل والغاية طال عليهم الأمد طال عليهم الأجل والغاية والنوع الثاني الزمان فقست قلوبهم تصلبت وغالضت والعياذ بالله بعدم فعل الخير والطاعة فأيك الحجارة أو أشد قسوه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فأيك الحجارة أو أشد قسوة فأن نأي بأمة محمد أن يكون مثلهم وكثير منهم يعني من أهل الكتاب فاسقون خارجون عن طاعة أنبيائهم بل وقبل ذلك عن طاعة الله عز وجل لأنهم تركوا العمل هم لو آمنوا بمحمد كان آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى ولهذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تؤمنوا بمحمد وتؤمنوا بالكتب السابقة والرسل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسل بخلافهم هم هم ما آمنوا بمحمد بل وكثير منهم فاسقون خارجون عن الطاعة في إيمانهم برسلهم والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كثير منهم فاسقون خارجون عن الطاعة وقيلهم الذين تركوا الإيمان بحيسى ومحمد وقيلهم أهل الرهبانية الذين ابتدعوا في التوراة وفي الإنجيل ورهبانية ابتدعوها وفيه إشارة إلى أن عدم الخشوع عدم الخشوع يفضي إلى الفسق في آخر الأمر أما آنى للمؤمنين أن ترق قلوبهم عند سماع القرآن والمواعظ ويبكون ويتباكون وإلا سيما في خلواتهم ويتفهمون المعاني وينقادون لا يغترون بالأمل إلى متى؟ إلى متى الواحد يغتر؟ وتنقاد له لأن الموت يأتي بغته وتنتهي عن نواهيه وإذا كان المؤمنون قد أصابهم الوهن شف الخطاب الآية هذه نزلت متى؟ نزلت ولم يمضي على المسلمين وإنزال القرآن أكثر من 13 سنة 13 سنة فكيف وقد مضى على المسلمين 13 قرن اليوم مع هذه الفتن والمحن والانصراف والعياذ بالله بلى آن أكثر مما آن في أي عهد مضاعم فاليوم الوهن أضعاف مضاعفة فينبغي الحذر من أن يكون المسلم قاسي القلب أو متشبها إذن قاعدة التشبه بغير المسلمين هذه من أدلتها ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل لا يتشبهون من تشبه بقوم فهو منهم ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم فينبغي للمسلم أن يعتز بإسلام لا يقلدهم في أعيادهم ولا في مناسباتهم ولا في قسوة قلوبهم ولا في تركهم كتبهم ولا في أي أمر من أمورهم التي يختصون بها هذا ضابط تشبيه ضابط التشبيه أن ما كان يفعله غير المسلمين لا يفعله غيرهم أما اليوم مثلا في بعض الأشياء العادية أو المعتادة في بعض الأشياء الحياتية قد تكون ألبسة قد تكون أشياء مثلا أو تفيرها الحاجة أحيانا مثل التاريخ الميلادي هذه الآن أصبحت بين الناس يعني علاقات قضايا اقتصادية ومثلا أمور متعددة فقد تقتضي مصالح الناس ليس من باب التشبه وإن من باب التسير عليهم مع اعتزاز هذه الأمة بتأريخها الهجري ومع اعتزاز المسلمين بكل ما خص به المسلمون في دينهم ودنيا أما غير المسلمين فقد نقضوا وبدلوا وحرفوا وغيروا واتخذوا أحبارهم ورهبانهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله إلى يعني آخر الآيات التي بينت فسادهم ونقضهم ما أمرهم الله به وما جاءت به رسلهم والخلاصة الخلاصة قاعدة النهي للمؤمنين أن يكونوا لا سيما عند سماع القرآن وعند تطبيق آياته والاتعاظ به والاعتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه أن يكونوا مثل آل الكتاب كاليهود والنصارى الذين قسط قلوبهم لما طال العهد بينهم وبين أنبياء هدايات الآيات ألم يأني للذين آمن أن تخسع قلوبهم لذكر الله يعني الحث للمؤمنين على المسارعة إلى متى تقس القلوب أينتظر الإنسان موت الفجأة وفجأة الأجل ولا يغتر بشبابه ولا بصحته اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك الحديث ألم يأني نعم فائدة عطنا هداية من الآيات أهمية صلح القلوب يا جماعة وأهمية الخشوع والنهي عن أن تمر الآيات ولهذا عندنا في الصلوات الجهرية وفي تلاوة الإنسان يتدبر القرآن ويرتبط قلبه بالآيات التي يسمعها وكذلك الإكثار من ذكر الله فإن عدم ذكر الله قسوة للقلوب واتباع ما نزل على المؤمنين من الحق قاعدة التحذير من التشبه وقاعدة الولاء والبراء بضوابطها الشرعية يعني بأمورها العقدية بأمورها العقدية والشرعية أما الدنيوية ففيها ساعة وفيها مجال فيها ساعة مثل التعامل تعامل مع اليهود والنصران لا بأس فيه والرسول عليه الصلاة والسلام تعامل معه فليس هذا من التشبه به ومات ودرعه مرهون عند يهودي وزار جاره اليهودي كل هذه حقائق الإسلام لا يجوز لأحد أن يستهتر فيها فإذن التعامل هذا الضابط التعامل الدنيوي لا يؤثر على الوراء الولاء والبراء والاعتقاد أما متابعتهم في عقيدتهم فيما يختصون به فهذا هو لكم دينكم اليادي هذا هو منهج المسلم نعم هذه هدايات الآيات ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد تحذير من طول الأمد وطول الزمان دون أن يتوب الإنسان أو يرجع والإنسان طبعه فإذا وقعت في معصية تب أكثر من الاستغفار ما دم تستغفر وتتوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور والرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له نعم الحديث لا زلنا تقرأ أو معك عمدة الأحكام تفضل حديث الرابع ذكر المصنف رحمه الله تعالى ساق حديثاً عن أبي المنهال سيار بن سلامة رضي الله عنه قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة هذا الحديث هو الحديث الرابع الذي ذكره الحافظ المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام من كتاب الصلاة باب المواقيت ولا زال حقيقة الحديث قد يكون هذا آخر حديث عن المعنى في المواقيت لأن نطولنا فيها والمواقيت نأخذها الآن كفقه واللي هي الآن تكاد تكون محسومة لنعرف وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بالأذان لكن كفقه النصوص الشرعية التي ذكرت المواقيت ومنها حديث أبي المنهال سيار بن سلامة حينما دخل هو وأبوه على الصحابي الجليل أبي برزة الأسلمي وبين لهم حينما سألوه كيف كان النبي يصلي المكتوبة يعني مواقيتها حتى يكونوا على بينه فأبان لهم وقت الظهر اللي هي الهاجرة ثم بيّن لهم وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر الذي هو الغدا قال وَكَانَ يَنْفَتِلُوا نحن نتحدثنا فيما سبق لا حاجة إلى أن نكرر وأن نعيد لكن قوله وَكَانَ يَنْفَتِلُوا الْإِنْفِتَالِ الْإِنْصِرَافُ شف فَتَلَا إِقْلِبْهَا لَا فَتَا هذه من الأشياء التي يعني يلغز بها كلمة لها معنيان كل منهما له معنى إذا قلبتها وإذا أبقيتها فَتَلَا لَا فَتَا أو فَتَلَا فَتَلَا مَقْلُوب لَا فَتَا وَانْصِرَافُ والمراد الانصراف انفتاله له معنى يعني إما طبعاً الانتهاء الانصراف إما أن يكون بالسلام السلام عليكم ورحمة الله خلاص انفتال انصراف السلام الثاني أو أنه انفتل يعني تلقاء وجهه بأن قابل المأمومين التفت إليهم انتهى من الصلاة في القبلة وانفتل بمعنى انصراف ورجع وجهه إلى وجه المأمومين وأقبل عليهم نعم قال وَكَانَ يَنْفَتِلُوا يعني والأقرب أنه يسلم يعني ينتهي من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه ماذا معنى يبكر ولا يؤخرها ها غلس ولا بدون بيأتينا في الفقه وكان يقرأ بالستين إلى الآية التطويل أيضاً ولا شك أنه انفتل بالمعنيين الانصراف بالسلام والانصراف اللقاء للمأمومين بوجهه كلاها من معاني الانفتال ولا تناقض بينه ملاكاً الأقرب أنه يسلم ينتهي ينتهي يعني ينفتل ينتهي وينصر من الصلاة يقضي انتهت الصلاة سواء عاد لا زال في القبلة أو ألقى بوجهه إلى المأمومين صلاة الغداء تكلمنا عن الظهور والعصر والمغرب والعشاء صلاة الغداء هي صلاة الصبح وهل يكره أن تسمى بالغداء اختلف أهل العلم والصواب أنه لا بأس بذلك وأن الغداء استعمال جائز لأن الله لأنه ورد في الحديث ذكر الغداء كما في هذا الحديث حديث أبي برزة الأسلم وتسمى الفجر والغداء والصبح وكلها وردت في القرآن والسنة صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر في العورات وقرآن الفجر صلاة الصبح قنة شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من العرب فجاء الدليل على ثبوتها في الصحيح وأيضا صلاة الغداء كما في الحديث الذي معناه والغداء كالغدوة والغدوة جمعها غدوات أو غدوات ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت الصلاة الآن عرفنا أن الظهر الأصل فيها الاستعجاب وعجلت إليك ربي لترضو وكان يصليها عليه الصلاة والسلام عند زوال الشمس لكن جاءت السنة بالإبراد أي التأخير حينما يبرد الوقت من الشدة من الحر ويعني جواز تأخيرها إلى قرب وقت العصر واليوم نحن محكمون بالقصد بانضباط الأوقات في المساجد وفي الحرمين وفي الصلوات من خلال الأذان فما حاجة أننا نطيل الحديث فيها المهم أن نعرف بداية وقتها وهو الزوال بل إن ابن المنذر رحمه الله وابن حزم وابن عبد البر نقلوا الإجماع على أن بدايتها من الزوال أقم الصلاة لدلوك الشمس لدلوك يعني الزوال إلى غسق الليل وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص عند مسلم وكذلك حديث بلال رضي أبو هريرة أبو موسى حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلال فأقام بالظهر متى حين زالت الشمس فأول وقتها ميلها عن وسط السماء تزول بحسب ما يظهر للرأي أن التكليف يتعلق بالرؤية ليس بما لا يرى أو لا يطاق فضلا عن لا يطاق يطاق والعرب تعرف هذا والناس إلى وقت قريب يعرفون الزوال بما يسمى بالمزولة أو أحيانا الساعة أو نحو ذلك من العادات أو الوسائل التي تختلف باختلاف الزمن وحن عندنا اليوم الأذان الأذان والساعات والتوقيت وأيضا التقويم تقويم من القرى ما شاء الله وهو أيضا تقويم شرعي بمعنى أنه كونت له لجان شرعية وقال ابن المنذر كما قلت لكم في الإجماع آخر وقته وقت الظهر أيضا محل خلاف بين الفقهة منهم من يرى أنه حين يصير ظل كل شيء مثله وهذا قول الجمهور حين يصير ظل كل شيء مثله شوف نفسك واقف شوف الشمس طولك تعالف طولك وقت نهاية الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله وذهب أبو حنيفة وهو القول الثاني حتى يصير ظل كل شيء مثله يعني طول الإنسان مرته ولكن قول الجمهور أقرب الأدلة دليل أبي حنيفة رحمه الله الحديث عن خلاف الاختلاف من أهل الكتابين في الرجل الذي استأجر أجيرا وعمل له من العصر إلى غروب الشمس على قراط هم قراطين وهكذا فوجه الدلالة منها أن مدة عمل المسلم أقل من مدة عمل النصار وهذا الحقيقة فهم مأخوذ من مجرد الفهم أو الرأي ولو أنه اعتضد بالنصوص الأخرى لسلم من هذا الإشكاء ولهذا الجمهور كانوا أقرب إلى القول الأقرب إلى الدليل حين يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال يعني مع وهذا مذهب الجمهور ويدل عليه حديث مسلم من حديث ابن عمر وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر وإمامة جبريل حينما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وصلى في آخره متى صلى جبريل في آخره ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام الوقت حين كان ظل كل شيء مثله وهكذا يعني حتى لا نطيف نؤكد لكم أن الراجح قول الجمهور لكن لو إن الإنسان دركته مثلا حاجة أو كان مع أناس أو مسافر في بلد الأئمة فيها على هذا المذهب فلا بأس يصلي معهم حرصا على الجماعة لكن حين قلنا أن الإبراد مساغ للتأخير يعني الحر الحر عل إذا اشتد الحر فأبرد هل يقاس على الحر هنا الغيم مثلا هل يؤخر الظهور مع الغيم اختلف أيضا أهل العلم فالجمهور يرون عدم ذلك الغيم المطر الريح البرد كل هذه لا تقاس على الحر لأن الحر فيه نص وغالب الناس مع الغيم والمطر والريح والبرد لا يؤثر فيهم يعني تعجيلها ولا يحصل عليهم مشقة لأن لو حصل مشقة جاء الجمع ساغ الجمع لهم أما الإبراد فهو في الحر وهو الذي دلت عليه الأدلة ويعني قول جمهور أهل العلمي والذي يترجح هو ذلك أن قول الأول مخالف لهذا الدليل وأن الغالب مع الغيم لا ينافي الاستعجال في الصلاة وأدائها في وقتها فلا حاجة إلى التأخير وقد تحصل غيوم عظيم وتلبد الجو بالغمام ومع ذلك لا يحصل مطر كما أكد على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في ما نقله الحافظ بالرجب رحمه الله في شرحه على البخاء وقال أيضا دليل الأوائل الاحتيار وهكذا صلاة العصر صلاة العصر عرفنا أنها تبدأ قال هنا والشمس حي شمس حي يعني قوية 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 الأثر والحرارة واللون والشعاع والإنارة فهذا دليل على وقتها أنها تصلى والشمس حية وهو دليل على التعجيل وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز تأخيرها وقد روى البخاري ومسلم من حديث رافع ابن خديج قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور وتقسم عشر قسم ثم تطبخ وتأكل قبل أن تغرب الشمس هذا واضح أن الاستعجال بالعصر والشمس حية المبادرة وهذا من أدلة الجمه عموم الأدلة وثبوت ذلك في السنة وهو ما ذكره ابن المنذر في الإجماع عليه رحمة الله وأول وقتها حينما ينتهي وقت الظهر يكون ظل كل شيء مثله ويكون نهايتها نهايتها عند غروب الشمس قد يكون أحيانا ظل الشيء مثليه وقد صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في هذين الوقتين ولا سيما الوقت الذي هو والشمس حية ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله هذا شيء من أوقاتي وأحكامي هذا الحديث والحمد لله الآن موقع الصلاة لا تحتاج إلى فقه إلا أن يعرفها كعلم وفقه مجرد الأذام خلاص ولا تدخل أيها المسلم في شيء من الوسوسة أو خلاف إجماع الناس بعض الناس إلى اليوم يقول يصلون المغرب قبل الوقت صلون الفجر قبل الوقت كل هذه من وساوس الشيطان التي لا أصل لها وخلاف ما عليه إجماع المسلمين ويدخل الشيطان بالإنسان في الوسوسوس ويشكك بكل شيء حتى يوم عرف يقول من قال لكم هل يوم عرف يعني يتنبه المسلم لا يفتع على نفسه هذه الأبواب الأذان يوم يأذن الناس والصلاة يوم يصلي الناس والأضحى يوم يضح الناس وعرف يوم يقف الناس بعرفة والأضحى يوم يضح الناس لا تفتع على نفسك شكوكا في المواقيت ويزال الشيطان بالناس حتى يقول من قال هذا الحرم نبي نعيد مثلا شوف حدود هل هو هذا الحرم ولا ما هو الحرم ثم عرف كلها مكفيين هذه الدولة ولله الحمد والمن قدمت خدمات جليلة للمسلمين في صلواتهم في صيامهم في أيضا حتى زكواتهم عن طريق يعني المصالح الخاصة بهذا الأمر وكذلك في الحج وفي العمرة فنحمد الله تبارك وتعالى ما على المسلم إلا أن يحمد ربه ويكثر من الشكر والثناء ونعمة الأمن والأمان ووجود ولاة الأمر ووجود العلماء ينعم بهذا الخير ويستثمره في طاعة الله عز وجل والمحافظة على تعاليم دينه فلا حاجة إذا أذن مؤذن الظهر لا تقول زالت الشمس ولا ما زالت ولا وقت العصر ظل كل شيء مثله ولا مثله تدخل في فلسفة وسفسطة وثرثرة وتخالف ما عليه سواد الناس فهذا من مداخل الشيطان نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن يجمعنا بكم دائما على الخير ويصلح أحوال المسلمين ويحقن دماءهم ويوفق ولاة أمورهم إلى تحكيم الشريعة وإلى بسط الأمن والأمان وأن يخص بالتوفيق والتسديد والتأهيد ولاة أمرنا وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمون للإسلام والمسلمين وأن يشفي مرضى المسلمين وأن يغفر لنا أجمعين ولوالدين وأن يصلح أحوالنا ويصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأن يجعلنا ممن يؤدي حقه سبحانه وحقوق عباده وأن يجعلنا ممن صلحت قلوبهم وحاذر الطريق القسوة وممن خشعت لذكر الله وآن لها أن تخشع لذكر الله وأن يحفظنا من الخروج عن طاعة المولى سبحانه وتعالى بالفسق أو بالمعاصي وأن يجعلنا من الملازمين للتوبة والاستغفار ومؤدين لحقه وحق عباده إنه جواد كريم وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ويغفر للحاضرين والسامعين والرائين والمتابعين والمشاركين ومن رتبوا لهذا اللقاء والمسلمين أجمعين إنه خير مسؤول وأكرم مأمول وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبدو بلزعاه الباب وبركاته اشتركوا في القناة و зрív Wild وبركاته